سمعين شي قابل عن الانترميتنت فاستينغ دايت هو دايت منه جديد لو فترة بالسوق بس عنه جديد اخذ درجة كتير كبيرة هو عبارة عن سيام خلال النهار و اشهر واحد منهم هو بس الشخص يصوم 16 ساعة بعدين يأكل بالثمانة ساعات لبعضهم المفروض يصير انه لازم نكون عمناكل اكل صحي و لازم نكون عمناكل ثلاث واجبات يعني فينا نكون عمناكل ساعة ثلاثة ساعة ستة و ساعة تسعة بس اهم شي يكونوا الوجبات صحية بس الشخص يتبع هيدا الدايت المفروض يضعف و بنفس الوقت كمية الهرمون الانسوليني اللي بدهم بتصير اقل وهيدا الشي كثير صحي لجسمنا بس الشي اللي عم بيصير انه بالانترميتنت فاستينغ هلأ العالم بهول الثمانة ساعات اللي عم يعملوه انه عم يأكلوا كميات كثير كبيرة من الاكل و عم يأكلوا اكل غير صحي وهيدا الشي ما عم بيخليهم يوصلوا لهدفهم هلأ بس تعملوا دراسات ارانو بين عن دايت العادة والانترميتنت فاستينغ لقوا انه العالم بيوصلوا لنفس النتيجة لانه بالاخر بيكونوا عم يأكلوا نفس الوحدات الحرارية يعني بس تروح انت عن اخصائية تغذية بتقولك تاكل خلينا نقول 1200 او 1500 واحدة حرارية وبالانترميتنت فاستينغ كمان بتكون عم تاكل 1200 واحدة حرارية فبالاخر هتوصل لنفس النتيجة بس مين هنه العالم يلي ممكن يستفيدوا من الانترميتنت فاستينغ العالم يلي بيستفيدوا هنه العالم يلي كثير بيقمشوا خلال النهار يعني بيصير عنده الاقل وقت خلال النهار لحتى يقمشوا لحتى يكلوا اشياء شمال او يامين لحتى يكلوا اشياء شوكولاة او تشبس او تمر او حيالة شي خلال النهار يلي هو جسمون عن جد ما هالقد بيحتاجوا فهول العالم أكيد بيستفيدوا والعالم اللي دائما بيحسوا حالهم جعانيين خلال النهار وكل ما يكونوا حاسين بشوية جوع بروحوا بيأكلوا شيء كمان هول العالم ممكن يستفيدوا وآخر شيء في نوع من العالم يلي بيستفيدوا إذا في عندهم رولز أو عندهم إرشادات لازم يعملوها خلال النهار مثل إنه يسوموا 16 ساعة وبس يأكلوا خلال 8 ساعات فإذا أنت من هول الأشخاص ممكن كتير إنه تستفيد من هيدا الدايت بس كشخص عادي حتى لو عنده وزن زيد مضروري أبدا يكون عم تجرب هيدا الدايت يلي هو إنه يسوم 16 ساعة خلال النهار بعدين يأكل ب8 ساعات بالعكس الدايت العادي والنظام الصحي العادي كمان ممكن يوصلك لهيدا الهدف